اشتركوا في القناة المكتبة المجانية او المشغل المجاني معناته اي واحد الان يقدر يحمل الهاليون سونيك سي ويستخدم هذه المكتبة وبكذا ممكن ان الواحد يصنع مكتباته الخاصة فيه لما يكون عنده الهاليون سيكس ويصدرها الى الاخرين يستخدموها نفس هذه المكتبة الان بشوف كيف نصدرها مباشرة نشغلها على الهاليون سونيك سي قبل كل شي يتأكد ان الامور كلها هنا اوبن يعني لما انت تعمل ميوت الميوت هذا راح يكون موجود مع المكتبة وما راح تقدر تستفيد من البيزيقاته لما تعمل خيار البيزيقاته هنا في الارتكلي ايش لذلك نتأكد ان هذا مش ميوت الخطوة الثانية انك تصدر اولا السامبلز راح نصدر السامبلز الامور اللي هنا عادة نخلها مثل ما هي لا تحاول تغير اي شيء لكن حدد المكان اللي انت تبغى السامبلز تروح فيه وانا راح احطها هنا في الارشيف وهذا الاسم اللي تبعها ممكن ان اعطيها اسم ثاني او اضافي عليها علشان حفظ الحقوق مثلا علي فيولا وتقول له تصدير ضروري شباب اذا كنت انت بتستخدمها في نفس الجهاز مو مشكلة انك ما تعمل تصدير ولكن اذا كنت تبغى تعطيها الاخرين او ترسلها الى اصحابك او المهندسين الثانين فلازم تعمل تصدير الى السامبلز النقطة الثانية تجي برضو الى نفس المكان ايكسبورت وتختار هذا الخيار ايكسبورت بروغرام از هاليون سونيك اس اي لما تختار هذه الامور ما راح تقدر تشغله على هاليون سونيك اس اي فهذا الخيار اللي تحتاج انك تختارها الامور هنا انت مخير انك تختارها مثلا هل هو يقع مثلا في بارو بيت الكاتوغري هو يعطيك الخيارات يعني هذي سترينج من شللة السترينج كاركتر مونو كلين يعني هذي الاشياء تساعدك بان تعطيها كاتوغري الفاميلي نيم يعني شنهي الفاميلي نيم حقها ما راح احتم فيها بس في امور ضروري انك انت تعطيها اهتمام في عملية التصدير مثلا يعني هذي المسميات الديفولت اللي معاه ممكن انك تقول ستاينبرغ يعني المسميات هذي راح ترتبط بالمكتبة يعني مثل ما قلنا شباب وهذه الامور انت مخير انك انت تختارها بالطريقة اللي تناسبك نجي هنا الى الموقع برضو اللي احنا اخترناه وراح اختاره في علي فيولا بالشكل هذا الان طريقة اضافة المكتبة جدا سهلة مباشرة ناخذ الملف في الهاليونس سونيك سي جميع الادوات اللي احنا صممناها على هذي المكتبة الان متاحة وللتذكير قلنا انه هذا اللون الازرق اثناء التصميم معنات انه اوف الان ما في ريفيرب اجرب اسمه الان بدون ريفيرب الان دخل الريفيرب تحكمات الريفيرب هنا موجودة وبرضو لو بغينا الاكولايت كل الامور شباب اللي احنا صممناها في المكتبة مثل ما سبق ذكره في المقاطع السابقة الان متاحة في هذي المكتبة الاسكيل العربي الان بالطريقة هذي مو مفاعل قلنا تفعيله انك تفتح هذي عليه وهكذا برضو اللي اقلايت الباني البوليوم يعني هذي اشياء مباشرة احنا صممنا المكتبة بهذه البساطة علشان انت مباشرة تقدر تستفيد منها انا نصيحتي شباب ممكن نكون احنا صممنا الالة بشكل عشوائي او بصوت مش بديك الدقة ولكن الفكرة بالنسبة لي الان اصبحت واضحة من البداية الى غاية الان كيف ممكن انك انت تنشئ مكتبة خاصة فيك وبرضو لو حبيت تشاركها الاخرين او تبيحها او اي شيء ممكن انك انت تسويه بعد تصميم هذه المكتبة ولا ننسى شباب اؤكد اذا كنت انت راح تستخدمها على نفس الجهاز فقضية تصدير السامبولز مش واجد مهمة لكن اذا انت كنت تبغى ترسلها الى احد فضروري لازم ترسل الملف مع السامبولز علشان هو يقدر يستفيد من مكتبة والاصوات اللي فيهم هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم تحياتي اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته